السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ايمن تكر في هيا الفيديو انا جايب لك اضافة خاصة بمصفح الكروم تسمح لك انك تولد عنوان ووصف للمنتج الخاص بك لانه اغلبية الاشخاص بيعانوا مع مشكلة انه يولدوا او يقوموا بانشاء عنوان للمنتج الخاص بها في هيا الفيديو حتتعرف كيف انك انت تولد عنوان ووصف للمنتج بتاهم باستخدام اضافة خاصة بالكروم مرتبطة بحسابك على جات جي بي دي باستخدام الذكاء الاصطناعي ممكن تعمل عملية بحثي عادية تختار اي منتج من المنتجات اللي انت بتشتغل فولا انا مثلا انا هابحظ عن البيت بعد عملت عملية البحث باجي هنا باجي مجموعة مختلفة من المنتجات دايما اي منتج انت تختاره لازم تكون عدد التقييمات عالية لانه كل ما كان عدد التقييمات عالية كل ما كان المنتج عنده قاملية للشراء اكتر وفي نفس الوقت المنتج ده حاليا مطلوب ورايج عشان هو ظهر في الصفحة الاولى وفي نتائج البحثة الاولى مثلا هي المنتج بتناسب معي انه انا هشتغل له التصميم تمام بضغط على المنتج انه افتحه لاحظ معي بعد فتح عندي المنتج تمام ده العنوان بتاع المنتج ولو نزلت للاسفل ده الوصفة الخاص بتاع المنتج كده ببساطة انه انا محتاج انه انا انشي عنوان واصف انا في الفيديو ده ما حتكلم انك كيف تصميم المنتج او كيف تعمل له عملية بتاعت استيراد للمتجر بتاع اسي لا انا حتكلم عن كيفية توليد عنوان ووصف للمنتج طيب اول خطوة انه انا بحتاج اثبت اضافة خاصة بالكروم اسمه هي الاضافة وتسمح لي انه اولد عنوان ووصف للمنتج باستخدام شاد جي بي دي طيب بضغط اضافة الى الكروم بعمل ان انا اضيفة الاضافة لكروم ولازم انك تستخدم المصفح الخاص بتاع جوجل جوجل كروم بعد سبطت معي الاضافة بجي انا بعمل لها يصهار بعمل لها اصهار انه هي الاضافة بجي بعمل لها تثبيت انها تكون موجودة انها تكون الاضافة ظهرة عندي بعمل الصفحة بضغط على الاضافة لاحظ معي انه انا بحتاج انه انا سجد الدخول او لو عندك حساب على كارج جي بي تي انه تسجل معه دخول اذا هضغط على لاحظ معي فتح معي بعد فتح معك كارج جي بي تي لو ما فتح معك هاي النافذ سيفتح لك النافذة بتاع التسجيل او صفحة تسجيل الدخول. هضغط باك تو سيرج. بحش معي كده الاضافة اشتغلت. هاي الاضافة مجانية. هاي الاضافة بتقيني تحليل كامل للكلمات المفتاحية. يعني لو لاحظت معي هي الكلمة المفتاحية عدد المشاهدات وعدد أضاف المنتج أو أضاف أي منتج من المنتجات بيحتوي على كلمة المفتاحية للمفضلة وهنا دي المنافسة وعدد المبيعات الشهرية دي ملاحظ معي دي تحليلات كاملة دي الإسم الكائن بتاع المنتج أنا حاليا دار أي أقوم بتوليد عنوان للمنتج بتاعي دائما نركز أنه المنافسة والمفضلة والمشاهدات تكون عالية لكن أهم النقطة أنه لازم المنافسة هي تكون قليلة يعني باللون الأخضر يعني مثلا أنا حاختار بيك أختار الكلمة المفتاحية الأولى لو نزلت للأسفل لاحظ معي هاي الكلمة المفتاحية المنافسة على صفير إذن دي كلمة مفتاحية جيدة أنه أنا أكون منها عنوان حاختارها منزل للأسفل لاحظ دي كلمة مفتاحية برضو جيدة دي كلمة مفتاحية جيدة تمام عندي هنا داي الكلمتين مفتاحيات جيدات لكن بصورة وسط يعني ما بدرجة كبيرة يعني فيها منافسة باعتبار الدرجة وسط تمام هيا الكلمة انا مسلا بتتناسب معي لو جينا تطلعنا على كاد بيلو او يعني الوسادة عنه بتعطي القطط هيا اختار بك تمام هنا دا بالنسبة للضوق بيلو اعتباره وسادة للكلاب بضغط بك راحز معي كده بقد عندي شنو الكلمات المفتاحية انا لو عايز اضيف كلمة مفتاحية ما موجودة في العنوان ولا موجودة في النتائج بتاعت الكلمات المفتاحية انا ممكن اضيف كلمة مفتاحية هنا بصورة بسيطة تمام يعني مثلا اختب ماغر جفت طاحس كده انا ممكن اعمل عملية بحس على كلمة مفتاحية انه بعض اضيفت الكلمة المفتاحية دي انه انا اعمل لاشنو بحس طبعا لكن حاليا مثلا انا ما عايزها حقوم امسحها وانزل الاسفل بعض انا خلصت من اضافة الكلمات المفتاحية واخترتها بضغط على لاحظوا ولد لي شنو تلاتة عناوين باستخدام يعني ده عنوان ده عنوان ده عنوان طبعا انا ممكن اختار كلمات اختار عنوان اللي بتناسب معي طبعا دي عناوين مختلفة انا ممكن تاني اعمل انو انا اولد عناوين اخرى يعني لغاية تجد العنوان للمنتج اللي بتناسب معه طبعا انت ممكن تاخد نسخ للعنوان وتمشي تترجم العنوان عشان تقدر تفهم اذا انت ما عندك معرفة باللغة الانجليزية كده ببساطة تعرفنا انه كيف تولد العنوان لو جينا هنا هنا ده عنو انا دار اولد وصف للمنتج باحث معي بنفس الفكرة انه انا بختار الكلمات المفتاحية بعد اخترت ريفير تو برود التايتل انه الوصف يكون مستوحى من اسم المنتج او عنوان المنتج الحالي ريفير تو ديتيلز ان هاي لايت انه يتم توليد الوصف والعناوين الرئيسية من العنوان الخاص بتاع المنتج يعني مسلا هنا يعني التفاصيل الخاصة بتاعت المنتج يتم توليده من نفس المحتوى الخاص بتاع المنتج ريفير تو كارن ديسكريبشن انه ياخد الوصف بتاع المنتج ويعيد توليده بصورة افضل لو نزلت الاسفل هنا انه دي المعلومات دي تكون مجسمة شكل باراقرافي يعني انه يولد له يعني وصفة المنتج انزل عنوان تحت الهاي لايت انزل عنوان تحت الفواعي يعني دي كلها يتم توليده اضعت على عشان انا اولد تلاتة وصف مختلف للمنتج باستخدام بانتظر توليد الوصف لاحظ معي تم توليد الوصف بنجاح تمام هيدا الوصف ده البرادة دي سكريبشن دي الهاي لايت دي البينيفت اليوسج وعندنا نكسطم تلاحظ ده وصف عندنا انا لو عايز اولد وصف اخر بضغط على كده بولد وصف بكل ببساطة كده ببساطة اتعرفنا على اضافة خاصة بالمتصفة بتاعك تسمح لك انك توليد عنوان وصف للمنتج اللي بتناسب معك عشان تبدأ تصممه وتبدأ تبيعه على مجرك في اتسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة